سيد أندرو أبدأ معك من واشنطن عددنا في مقدمة هذه الحلقة كم كبير من سلبيات الزكاء الاصطناعي إذن ما هي الإيجابيات في الزكاء الاصطناعي أو الفوائد؟ حسناً فيما يتعلق بالفوائد فإن تخصصي هو في مجال الأمن السيبراني فبصفة أساسية إذا ما كنا حاولنا أن نضع الشق الأمني والأمن المعلوماتي بطريقة أسهل فأظن أن الزكاء الاصطناعي سوف يكون له منحاً إيجابياً كبير في المساعدة في إعداد هذه الأمور خشة أن يصقبل القهاز القراصنة وما إلى ذلك من البرامج السيئة إذن في عالم الأمن السيبراني يكون للزكاء الاصطناعي نقاط إيجابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر